لذلك مجلس الشيوخ ده هيكون فيه مهام أو وظيفة لكل اللي موجودين في مجلس الشيوخ القانون حددها يعني مش الأمر كده ارتجالي لا القانون كمان حدد مهام مجلس الشيوخ إيه هي بقى؟ دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية دعم السلام الاجتماعي والمقاومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العام تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فالاقتراحات بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب يؤخذ رأيه فيما يحيل رئيس الجمهورية على المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس ودي غالباً هيصدر بها قانون وتم إقرار هذه الاختصاصات وفقاً لما جاء في نص التعديلات الدستورية اللي أقرها الشعب المصري سنة 2019 مادة 248 اللي جات في التعديلات يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقاومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته الدستور المصري يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد مادة أو أكثر من مواد الدستور مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة إذن أخذ الرأي وجوبي أن تأخذ رأي مجلس الشيوخ وجوبي بنص الدستور والقانون وتيجي هنا أهمية المجلس يعني طب أنا أفرد وفقت دون أخذ الرأي ما ينفعش لكن يطرح علي رأي وأنا حر كمجلس نواب أخذ أو مخدوش لكن إنك ما تطلبش رأي مجلس الشيوخ ده غير قانوني وغير دستوري وفقا ليه الدستور والقانون إذن نحن أمام مجلس هام جدا أمام اختصاصات جيدة أمام تعميق إضافي للحال يابيع في مصر أمام تفريغ بعض النواب لمهام البحث وتنقية التشريع حدث قانوني هام حدث شعبي هام أمر جيد عشان الديمقراطية في مصر يمكن له أن يتحدث للحكومة يمكن له أن يتحدث نيابة عن الشعب يمكن له أن يكون له رأي إضافي كل هذه الأمور ستكون موجودة في مجلس الشيوخ اللي أنا بعتبر وجوده إضافة إصلاحية جديدة للحياة السياسية في مصر نحن بصدد حدث كبير حدث ضخم أرجوكم أن تكونوا على قدر هذا الحدث ويكون أمامنا حضور كبير في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة كل يوم هنقول كلمتين عن مجلس الشيوخ لأنه حدث كبير أتمنى أن يتفاعل معه كل المواطنين في الشارع المصري